منطقة الزعفرانية الواقعة شرقي بغداد لا تختلف في واقعها الخدمي وبناها التحتية عن باقي مدن العراق الأخرى ففي الزعفرانية طريق رئيسي غير معبد ومغلق باستمرار من قبل القوات الأمنية الأمر الذي عرقل وصول السكان إلى المدرسة والمستوصف وغيرها من المنشآت في هذا الشارع نحن أطراف بغداد زعفرانية محلة 964 هاي المنطقة حي الرشيد من سنة 1969 سبعين ما مشمولة بالخدمات لا تبليط بس فقط سوى المجاري قبل ثلاث سنين عندنا هس هذا الشارع مستوصف مدرسة جامع مصرف ها كلها عليهم ساد دينة رئيسي هو هذا مستوصف توجز ما هسنا ماكو مطر بس العام القبل العام صارت فياضانات ما حد يوصل مستوصف ويقول سكان الزعفرانية أن حصولهم على الخدمات الأساسية مرتبط بالدعاية الانتخابية التي تبقى في إطار الشعارات الحزبية ليس إلا ونريد واحد يجي يقول لنا شبيكم شنو معاناتكم ما حد يجي ولا حد بس من الصير الانتخابات يجون صار وتدلل كل واحد جاي بلا قريدر وجايني قشط الشارع وعافنا وراح بعد ما شفنا ولا واحد إجانا وإن لم يكن لديك نفوذ حزبي أو تكن مسنودا من جهة متنفذة لن تحصل على الخدمات هذا هو الواقع الذي يتحدث عنه أحد سكان محلتي 964 ما عدنا فالشخص حزب فلان أو فلان على مود يقدر يحكي ويرهابون من عنده نحن هسا ما عدنا سلطة السلطة بس للأحزاب نحن ما عدنا حزاب يجونا كأهل الانتخابات يدورون نحن راح نبلط وراح نعمر وراح نسوي وصوروا شوي وداروا وجههم مجرد على مد انتخابات الزعفرانية وغيرها من المدن الأخرى منذ 14 عاما توعد بالتغيير وتقديم الخدمات الأساسية لسكانها لكنها وعود ظلت حبرا على ورق وأصوات لم تتعدى حناجر مطلقها